قالوا للنبي يا رسول الله الواحد فينا يحب ان يتوبه وبقى حسن ها ونعله حسن حزاؤه حسن شكله حلو يعني مميز وشيك وين عليه كده انه حد عنده زوء او بيفهم ان الرجل مننا يحب ان يكون ثوبه حسن نعله حسن ده من الكبر قال رسول الله ذاك الجمال وخد بقى اللي جا دي كمان الربط بقى الربط بين الفعل اللي هو يعد موش من الكبر وانما هو من الجمال وبين التعرف على الله باسم من اسمائه او بصفة من صفاته ذاك الجمال ان الله جميل يحب الجمال ايه ده ده كمان سبنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لنا ده موش كبر ده جمال وده مطلب شرعي يعني من المطالب الشرعية انك ما تبقاش مبهدل مطلب شرعي انت تحمد عليه وانا احمد عليه لو احنا راعينا ان احنا نبقى ناس نظيفة شكلنا جميل هيئتنا جميلة كأنك شامة دخل المكان لبس جلبية ريئة لبس نعل رايق لبس بدلا نظيفة لبس تشيرت رايق نظيف جميل لبس اميس و بانطلون ظاهر عليهم الشياكة والجمال كده ده مطلب شرعي ازاي قالك ذاك الجمال ان الله جميل يحب الجمال ربنا جميل والجميل بيحب الجمال فالله الجميل والجميل يحب الجمال فمن اثار التعرف على الله باسمه الجميل ومن الاثار المترتبة على انك انت فعلا يكون لك حظ من معرفة الله الجميل انت تبقى جميل جميل في شكلك جميل في كلامك جميل في سلوكياتك جميل في اخلاقياتك جميل وقت ازماتك جميل في اختياراتك جميل حتى في لبسك جميل ان الله جميل يحب الجمال يبقى مش معنى ان احنا ملتزمين ولا احنا عايزين نبقى صلحين وعارفين ربنا ان احنا نبقى مبهوائين ومبهدلين ومنحكشين لا طبعا وانما اللي يعرف ربنا صح ربنا جميل والجميل يحب الجمال واحنا بنتمتع بالجمال ده في الحلال يعني اشتري هدمة جميلة بفلوسك الحلال اشتري برفان جميل بفلوسك الحلال وليس في هذا اسراف مفيش في العطور سرف والعلماء بيقولوا كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الحبيب علي ايا من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة وقرأ بقى في تفسيرهم لكلمة الطيب هنا طيب يعني ايه الريحة الحلوة قالك سيدنا النبي كان بيحب الريحة الحلوة ونهى رسول الله عن رد الطيب عن رد الريحان يعني لو حد النهاردة بيطيبك ولا بيعطرك ما تقولوش انا مش عايز لا مدي ايدك ليه نهى رسول الله عن رد الريحان او عن رد الدهن رواية تانية عن رد الدهن الدهن ده اللي هو دهن العود يعني ليه الريحة اللي تبقى ممكن تبقى تقيل عاملة زي الدهن كده مدهنينة على جسمك وعلى ايدك وده من تركزها ومن قوتها يعني والإمام الشافي عليه رحمته الله وبركاته نقل لنا على ان الطيب نقل لنا الإجماع على ان الطيب ليس فيه صرف يعني انك انت تشتري ازازة واثنين وثلاثة واربعة من العطور بتستعملهم وبتحب الطيب حبا في سيدنا رسول الله لان سيدنا نبي كان بيحب الطيب قالك ده ما فيش فيه صرف يا سبحان الله لان دينا دين جميل يحب انك انت تبقى حلو وجميل حتى ريحتك تبقى حلوة ومش معقول ان دينا بيحببنا ان احنا ريحتنا تبقى حلوة وكلامنا يبقى وحش او اعمالنا تبقى وحشة او تبنا ونعلنا تبقى وحشة او هيئة وجوهنا تبقى وحشة يا ما بالواحد فينا بيقابل ناس انت مبهدل كده ليه سيب نفسك مبهوأ كده ليه انت منحكش كده ليه حد مثلا ملتزم واطلق لحيته وعمل كده زي سيدنا رسول الله وتلاقي كل شعر في جانب ليه في ناحية ليه انت هاي نفسك ليه كده هل النبي امرنا بكده الجاوب لا جميل انك انت تمسكت بسنة واطلقت لحيتك لكن يبقى اجمل واجمل لو انت ادهنت ادهن غبا يا راجل شوية زيت شوية سيرم اي حاجة حطها على لحيتك كده وعلى الشعرتين دول زبطهم ويبقى شكلك جميل وشكلك طيب بسم الله ما شاء الله وده اننا امرنا بكده الله جميل يحب الجمال واحدة مثلا محجبة وحجابها نبهوأ ونبهدل ليه حجابك مبهدل ليه واحدة مثلا منتقبة والنقاب بتاعها نبهدل ليه نقابك مبهدل ليه عبيتك مبهدلة ليه لقد احنا عايزين حجاب جميل شيك وما فيش فيه لفت انتبهة ولا حاجة بس ماكوي وقف في ثلاث دقائق اكوي حجابك اكوي انقابك اكوي عبيتك في خمس دقايق ويبقى شكلنا شكل جميل يقوم أنت تاخد أجر في كل وحدة كرها الحجاب كرها النقاب أما تلاقي بنوتة قدام منها باسم الله ما شاء الله نقابها جميل حجابها جميل عبيتها جميلة إزدالها جميل تقول الله طب ما في محجبات ده الحجاب شكله جميل على الوحدة هو فاتفكر أنها تغطي ما ظهر منها وتعمل زيك يبقى أنت يخدت فيها الأجر ورتيها الجمال الحقيقي بتعدنا جمال سلوكنا وجمال أخلاقيتنا إن الله جميل يحب الجمال الله جل جلاله جميل جميل في أفعاله جميل في كماله جميل في أسمائه جميل في صفاته جميل في ذاته جل جلال الله تاني ربنا جميل في ذاته جميل ربنا جميل في كماله جميل ربنا جميل في أفعاله جميل فأفعال ربنا كلها جميلة ربنا جميل أسماؤه جميلة ربنا جميل أوصافه جميلة فأنت لما تتعرف على ربنا الجميل يبقى فيك مسحة من مسحات جمال الرحمن جل جلال فيبقى شكلك أنت كمان جميل ويبقى كلامك جميل وتبقى أخلاقياتك جميلة وتصرفاتك جميلة وعباداتك جميلة يا سلام هو ده بقى الجمال وحب الجمال نعمة مش حب الجمال يعني حب رؤية الجمال لا حب التعبد لله بالجمال وده اللي نقصده من عنوان الحلقة أحسن تفكر أن القصة دي سمتها قصة حب الجمال أنك أنت إيه؟ آه تتفرج بقى على الجمال بقى وإيه؟ وبعدين تعص ربنا بهذا الجمال زي بعض التنوريين والعلمانيين يقولك يا عم عايزين النساء يتحجبه هم عايزين يغطوا النساء ليه؟ ما إحنا ربنا بقى خلق في المرأة دي الجمال علشان إحنا نتفرج على الجمال ده مش عشان تغطي الجمال ده يا سلام طب ما أنت فيه الجمال بيغطيه ليه؟ طب ما أنت نازل عريان من بطن الأم كلنا نازلين كده عراية من بطن الأم وانت نازل بهدومك نازل بأميسك وبنطلونك نازل ببدلتك ولا بعبيتك وجلبيتك طب ما كلنا نازلين كده من بطن أمهاتنا عارن من غير أي كسوة بتمشي كده في الشارع بتسيب الناس يتفرجوا عليك وانت عريان الجاوب لا إذن ليه الخلل ده؟ ليه لما ليه الدعوة؟ ليه أن النساء يبقوا عراية أو تبين تفاصيل جسمها وتضيع حشمتها وحياها بحجة نتفرج ونحفظ على الجمال لا يا حبيبي القلب الجمال موجود في كل خلق الله حوالين منك والتعبد لله اللي حتؤجر عليه هو التعبد السليم الصحيح كما أمرنا الله هو ربنا أمرنا أن احنا نتفرج على النساء في الشارع ونقول الله الجمال ده؟ لا طبعا لا والله لما يأمرنا الله عز وجل بهذا وإنما ربنا أحل حلال وحرم حرام في من النساء من تصلح في حياتك لهذا زي مراتك وبقية النساء لا مش حينفع أنك أنت تعمل كده معاهم ولا تتفرج عليها خلقي اللي بقى تستمتع بيه اه اتفرج مثلا على طير جميل يقول الله بسم الله ما شاء الله أي الجمال ده؟ حديقة جميلة غناء الله زرع جميل الله حاجة تبهج القلب دابة جميلة الله فرس جميل غزالة جميلة واتمتع وقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا حسن الصورة حتى صرتك أنت حلوة وجميلة قول بسم الله ما شاء الله ما تشوف في نفسك حاجة جميلة قول بسم الله ما شاء الله ما تشوف طفل جميل ولا طفلة جميلة قول بسم الله ما شاء الله وتأمل بديع صنع الله عز وجل أحسن كل شيء خلقه خلقنا الإنسان في أحسن تقويم خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك قال ربنا جلاله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة شوف العظم باء الجمال نون العظم هنا فأنبتنا من اللي أنبت الزارع الفلاح اللي صرف على الأرض لا والله وإنما الذي أنبت هذه الثمرة وهذه الزروح الله العظيم العظيم يتكلم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة مش أي حدائق لا حدائق ذات بهجة ساعة لما عينك تقع عليها قلبك ينشرح سدرك ينشرح تحب تقعد وتتفرق كده على الجنائن والجمال والحلاوة دي حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبيتوا شجرها أه إله مع الله الكلام هنا علشان أنت تنطأ من قلبك وتقول لا إله إلا الله فاللي حل كل حاجة حوالين مننا هو الله لو شكرا